وكنا عم نحكي عن الكونستركتينج ما جرز انه لازم يكون عنا المعلومات دقيقة ونقدر نستعملها ونحللها ونكتبها بالتقرير. الكونستركتينج ما جرز بتعتمد انه لازم نعرف الموضوع آآ اللي مهتمين فيه. نقدر نطور القياسات ونقدر نجمع المعلومات. أول شيء بدنا نحكي عن الـ Identify the topic of interest الموضوع المهم اللي مهتمين فيه. أول خطوة هي مثل ما حكينا. مثلا إذا نحن اهتمينا بالرديولوجي ديبورتمنت لما ناخد أشعة الأكس للمريض نهتم بهذه التفاصيل. هيدا المواضيع. A patient's doctor's orders انه يكون عاطي ورقات يعمل الـ X-ray exam. Radiology department scheduled the exam. تكون عملي program عارفي مين بدوي يعني عملي التنظيم. X-ray exam is performed لأداءه نقدر نحلله. Radiologist informed the patient's doctor of the X-ray results. نحلل الدكتور نتيجة الـ X-ray. To select performance measure for X-ray producers consider IOM six dimensions of the healthcare quality. responding ياللي حكينا عنه القبل لازم نخدم بعين الاعتبار. الـ 6 أبعاد للـ healthcare quality. انه لازم يكون safe. آمن. effective فعال. كفاءة. الوقت. وانه المريض هو المركز هو الأساسي يعني. اوكي. Develop the measure. تاني خطوة بنعملها ان نطبق القياسات. Once performance questions have been identified. يعني عن شو نحنا بنحكي بالموضوع. عن اي واحد حابين. عن اي موضوع حابين. نغيره. نطور من الأداء. نطور من الجودة. لازم نحكي هلأ عن القياسات. For the previous example, radiology manager chooses to address the question of timely reporting of x-ray exam results to patient's doctor. نعرف مثلا من الوقت لنتيجة فحص x-ray من قبل الدكتر. يعني التفاصيل. Department policy states the results are to be telephoned, e-mailed or faxed. وأكيد لازم تقول القسم الطبية للأشعة. مثلا حيتوصل من عبر التليفون عبر الإيميل عبر الفاكس خلال 48 ساعة. To turn the question into a performance measure. The manager determined the percentage of results communicated to the doctor with 48. The manager, المدير لازم يعرف نسبة النتائج كم شخص تواصل معه الدكتر خلال 48 ساعة وأكيد بقسم x-ray. To ensure she knows what information this measure will provide. The manager rewrites the measure and the terms of the data will be used to calculate it. كما نقدر نطلع القياسات المجر. حطينا القاعدة أنه number of outpatient exam results reported to the doctor within 48. عدد المرضى خلال 48 ساعة التي توصل معنا الدكتر على عدد الاختبار للx-ray ضرب 100. Top number in the fraction is the numerator. أكيد top number for numerator لتحت هون منسمي denominator numerator to calculate the percentage. نقدر نطلع النسبة نسبة النتيجة كم شخص تواصل مع الدكتر خلال 48 ساعة. أكيد متعلقة بالx-ray. Design the data collection system. تنعرف المعلومات يلي معنا يهون يلي نحنا جمعنا هون الpercentage كل شي حكينا قدي شوي دقيق قدي هو فعال متوفر نقدر نعتمد عليه تنقدر نحلله وأكيد حيكون handwritten documents يعني حيكون computerized database and handwritten documents يعني نقدر نكتبه على الكمبيوتر بهذا الشكل مثلا كتابة أو ومكتوب بالإيد يعني written ما فيه يكون شفاهة such those listed next are used to collect the data and other elements necessary to calculate a measure. مثلا administrative files مثلا الفواتير كل شي متعلق اختبارات أرقام هواتف المرضى الأسماء الأدوية شركات التأمين كلهم لازم يكونوا مكتوبين وهن متعلقين بالإدارة الآن ملفات إدارية patient records تسجيلات لدى المرضى من نتائج معالجة نتائج 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 لفوصات مثلا اختبارات الأكس راي من أخذ وقت أكثر من أخذ وقت أقل وأكيد لازم يكونوا مكتوبين miscellaneous business and clinical information قياس الأداء معلومات قياس معلومات الأداء ضرورة تكون متوفرة أو ممكن تكون متوفرة لدى من المريض كيف من خلال إعطاءه استمارة عبية من بعدها نقدر نطور من الجهود والخدمة فنعملها special studies نقدر هذه الاستمارة نرجع نعملها دراسة ونطور من الاستنتاجات يعني شو ممكن يكون المريض بحاجة حاجات نأمله إياها 7th and 8th lecture performance assessment كمانا تقييم الأداء performance assessment is the evaluation stage of quality management هو تطوير لquality management measurement data have been gathered and now be reported and analyzed بحيدي بحيدي الstep بحيدي المرحلة المعلومات بتكون صارت محللة محللة لعملنا لتحليل وكتبنا فيها تقرير if an organization construct measure carefully كلا تأكير data المعلومات لازم تكون دقيقة لنقدر نعتمد عليها ويكون له معنى صح التقرير وكما ناخد بعين الاعتبار القرار الصح مكتوب هون it produces information useful for decision making so assessment involve judging or evaluating measurement data for the purpose of reaching a conclusion متل ما حكينا assessment and equality management تقييم وإدارة الجودة كمان هايدي السورة سرنا فهمنينا هلا حنحكي بضل measurement عن ال-assessment عن التقييم the assessment steps includes شو بتتضمن هلا التقييم بيتضمن أولا organization judges whether its performance is acceptable المنظمة أو الشركة بتحكم هالأداء مقبول إذا كان الأداء مقبول بنعمل continuous to mature performance بنعمل قياس للأداء لنعرف إذا هو شو بيسموه متطور عم يتطور ولا عم يتدهوى بتطوري رايت إذا كان الأداء غير مقبول إذا كان الأداء غير مقبول إذا كان الأداء غير مقبول إذا متل ما حكينا قبل إذا الأداء غير مقبول لازم نرجع ننزل على خطوة تل تل تاني خطوة الorganization evaluate measurement results to determine whether the processes are performing as expected أكيد الorganizations بهموا أن يعملوا تقييم ليعرفوا إذا الأداء أداء الخدمة يصل إلى حاجة وإرضاء المرضى تلت وحدث الorganization assesses those results to judge the impact of improvement كمان بيهتموا بيقتقييم نتائج تأثير على التطور تأثير التطور بهموا نكون في تطور للجودة The assessment phase in quality management involve data analytics The examination of all data by which to draw conclusions about that information المرحلة assessment بالquality management تهتم بتحليل الداتا نعمل تحليل الداتا ونطلع بيه نتيجة يلي هي تاني مرحلة displaying measurement data هنحكي أكيد عنهم بالتفاصيل هون منقدر نعرض المعلومات يلي جبنايها يعني منعرضها ونحكي عنها ثاني خطوة منعملها مقارنة مع الأداء والتوقعات ثالث وحدة نعمل مقارنة بين بين المثل ما إلنا الأداء الحالي والتوقعات وثالث وحدة هل هذا الفعل الاكشن التصرف محتاجين أو لا أول خطوة مثل ما إلنا هي display data the spraying measurement data هي هي أول خطوة بالاناليز analyzing performance data هي first step نعمل فيها تحليل المعلومات كيف هيدول المعلومات لحن نعرضا data should be reported in format and conclusion can be easily drawn لازم نعملها لازم تكون مكتوبة لنقدر نطلع بخلاصة صح ممكن نستخدم tabulation نستخدم graph نستخدم statistical comparisons هلا نحكي عنهم to display data in an understandable format three factors must be considered type of data to be reported كمان لازم ناخد عندنا الاعتبار ثلاثة اشياء نوع المعلومات لنعرف أي طريقة بنا نستخدم هل ما نستخدم graph ولا نستخدم tabulation ولا نوع تاني الaudience الجمهور والinformations intended والمعلومات case study for reading only the following case study demonstrate how data presentation influence عنا هون line graph هيدا شكل line graph وفينا نسميه run chart هون عم نحكي عن عدد الأكس ري تقارير الأكس ري يلي ما تواصل معنا الدكتور ما تواصل الدكتور مع المريض خلال 48 ساعة هيدا ما نسميه المريض over time over time limited information over time هلا هنحكي عن the charts and the graphs reporting performances information in the right format يعني شكل الصح بنا نستخدم فيه المعلومات لا نقدر نعمل لهم تقييم فهنستخدم charts و graphs بيكونوا واضحين وسرعين للفهم من خلال صورة صورة للنتيجة صحيح بنسميها data visualization يعني نحنا عم نشوف الداتا من خلال صورة snapshot report format some performance report provide information collected at a particular point a snapshot of time to create a report that presents these snapshots من خلال snapshot نحنا منقدر نطلع الهن الصور يعني البيانات كيف فينا نشوفها من خلال histogram من خلال bar graph scatter diagram parito chart radar chart اسمهم snapshot report format هنحكي اول شي عن tabular report متل هيدا الشكل اكيد موجودين في data tables display in numeric data gathered in one snapshot في عنا ارقام وعنا المطلوب كم مثلا قد كان مساعد الطاقم العمل نحط الارقام هون نسأل مثلا متلاق من سفر لثلاتة سفر اقل الشي ثلاثة اكتر شي نعمل تقييم مثلا نوع التاني اللي عنا فيه pie chart white chart chose the contribution of part two whole نشوف مثلا الجزء بالنسبة للباقة فوق مثلا متل ما حكينا كم فعالية ما بعرف فعالية الطاقم الطبي عند المساعدة مثلا من سفر لثلاتة قلنا سفر اقل الشي ثلاتة اكتر شي التقييم لقلو فممكن هيك بهيد الطريق نستعمل التابي للرابورت التقرير scatter diagram بيكون هيك شكلون هيك منقدر نعمل علاقة ما بينه أول متغير والتاني متغير هون منشوف إذا العلاقة بينتن هون عنا العلاقة بحد الشكل positive correlation علاقة مترابطة وقوية هوني positive correlation كمانا هوني ما في correlation أبدا هوني بالعكس يعني negative correlation علاقة عكسية لما بعدنا عم نحكي بالscatter diagram اللي بيحكي عن العلاقة ما بينه متغيرين strong positive correlation علاقة إيجابية وقوية لما يكون الواي لما الواي يزيد للاكس بتزيد وذات الأمر للتاني واحد لما الواي يزيد الأكس يزيد لل لا لما يقال لما الواي يزيد الأكس بتقل لما الأكس قصدي بتزيد متل الوقت بتقل المتغير التاني فهون بيكونوا علاقة عكسية ثالث واحدة possible positive correlation ممكن تكون يعني على الأرجح علاقة شو اسمه إيجابية كمانا لما تزيد تقريبا الواي بتزيد تقريبا الأكس وكمانا على الأرجح تكون negative correlation يعني لما الواي تقريبا تقل الأكس بدا تزيد لأنه عكسية علاقة عكسية negative يعني ما في علاقة بين المتغيرين هيدا شكل الباريغراف بيعمل مقارنة ما بين أول جروب وتاني جروب وتالت جروب بطريقة سريعة ومنشوف الأداء ممكن أن يكون vertical بشكل عمودي ممكن يكون أفقي horizontal عنا تمينا الهيستوغرام نعم نشوف فيه كيف موزع الفريقونسي كيف موزعين المعلومات كمان لازم احنا شؤلنا نعمل مقارنة النتائج مع ال expectations التوقعات للمريب اللي هني بتاني خطوة performance assessment أوكي من خلال إعطاء الرأي ومن خلال المعايير ومن خلال مقارنة بالأداء الأوبينيون لأن الأوبينيون الرأي بيأثر على القياس ممكن يكون أكسبتبل ممكن نقبله لأن ويأثر على الهدف يأثر على الأداء Criteria مثل مثل الأوبينيون الرأي the performance data illustrated show the percentage of delayed x-ray report is gradually declining as evidenced by the trend line if continued improvement of this process is deployment goal the following year to render manageable satisfaction that the percentage of p lower than the current average أكيد الرأي إذا ما كان مهتم بنسبة الأكس-ray عم بتقيل تدريجيا يعني سنة الجايحة بحيكون عنده أقل فليزم يعمل تغير فليزم يعمل مقارنة كمان ما بين السنة الحالية والسنة الأديمة ويعمل تغير ليوصل الأداء الأحسن والخدمة أحسن كمان الكريتيريا المعايير لازم تكون كريتيريا المعايير تكون متعلقة برأيه وتكون متوفرة المعايير مثل القواعد والرولز اللي نقدم نحن نقدر ناخدها بعين الاعتبار مقارنة مع الأداء والتوقعات لنقدر نوصل للأداء الصحيح comparative information to set performance scores Then the term benchmarking is a typical use to describe performance comparison activity بالbenchmark بيوصفو وبيعملو نشاط لمقارنة الأداء ثالث خطوة بنعملها إلا determine need for action لازم ناخد خطوة لقدام لازم نعمل تصرف لنقدر ناخد قرار further action is decided أكيد إرمال okay when this situation might signal the need to advance to the next step performance performance doesn't mean expectation إذا الأداء ما كان أدل توقعات no signs of special cause variation are evident يعني بدنا نروح نحن على الخطوة التالتة أما إذا كان الأداء متساوي مع التوقعات signs of special cause variation are evident يعني تمام performance doesn't meet expectations كمان no signs of special cause variation are evident إذا كان عنا توقعات will expectations متساويين يعني يعني تمام إذا كان في إذا لا يعني في عنا performance gap في عنا مشكلة وليزم نحل بين الأداء الحالي والمتوقع نسمي performance gap فنحن منروح بهيك حالة لما ما يكون عنا الperformance والexpectations متساويين الأداء والتوقعات من المتساويين منروح على improvement نستق الخطوة الثالثة هلا حنحكي عن performance improvement يلي هي الخطوة الثالثة chapter 9 and 10 introduction performance improvement is the last phase آخر خطوة آخر مرحلة هي performance improvement بالquality management هون مناخد فيها opportunity for improvement has been identified action must be taken هون الaction لازم ناخده نعمل الخطوة لقدم اوكي improvement team is composed of people most familiar with the process under review فهوني ناس خاصة تعمل review بتكون مثلا دقيقة وين وكيف وليش المشكلة كيف صارت تستخدم analytical tools كيف كيف نوصل نتيجة احسن improvement inequality management هلأ هنحكي بتالت خطوة عن improvement كمان نحن بال improvement صارنا بنعرف انه نحن في عنا فجوة داب في فراغ بين الاداء الحالي والاداء المستقبلي المتوقع expected and actual performance في عنا غاب فجوة two factors influence a decision and to initiate to improve project the result of performance assessment and improve priorities يعني لازم نصل الى نتيجة للأداء تقييم الأداء وأولوية للتطوير performance improvement steps عنا خطوات لنقوم فيها ok should be systematic لازم تكون منظمة ومكتوبة written من شفاهية من شفاه performance problems are permanently solved يعني عطول مشكلة الأداء لازم تنحل work life quality improves أداء لازم يكون work life quality يعني مهمة جدا لquality تطور بالحياة communication among employees تواصل بين employees والmanagers بين الموظفين والمدراء من خلية حل المشاكل to solve problem people from different levels of organization ومن مستويات إدارية مختلفة فيتعاون مع بعض أكيد ممكن define improvement goals يسعى إلى أهداف يحلل ياخد نفسه تطورات وياخد بعين الاعتبار قياسات ناجحة performance improvement models نمازج عن تطوير الأداء plan do study act cycle منا نستخدم هيدا النموذج هو systematic model بالتدرج منظم لنوصل إلى تطور مستمر systematic model for continuous improvement هيدا هو هنحكي عنه plan do study act plan do study act cycle هنحكي أول الوحدة عن plan نخطط تخطيط نحكي فيه عن objectives الأهداف لكن نحنا كيف بدنا نخطط بدون أهداف أهداف تسعى إلى تطوير حاجة إلى التطوير نعمل خطة كيف بدنا نوصل للهدف كيف بدنا نعمل تغيير مع مين يعني مين بود يساعدنا كيف ليش وين متين أي معلومات لازم نجمع do يعني تنفيذ أعمل ما ننفذ التغير نكتب المشكلة على ورقة المشاكل نجمع المعلومات اللي بدنا إياها للتغيير تالت خطوة study ندرس يعني نحلل analyze نحلل المعلومات data بطريقة فعالة effective نعمل مقارنة النتيجة مع التوقعات summarize lesson من عمل التلخيص خلال وبعد التطبيق التغير act يعني تصرف افعل if changes were not successful repeat the PDSA cycle إذا كانت فاشلة ما زبطيت منرجع من عيد هيدا السيكل أما إذا كانت نشحة implement them نفذهم predict result كمانا خمن النتائج هنحكي عن six sigma كمانا هي طريقة نموذج تاني لل شو اسمه performance improvement models six sigma هي طريقة منظمة كمان بيستخدموا فيها المعلومات تيوصلوا للهدف is the near elimination of the facts from every product process and transaction إذا في شي ما بدنا من عمليات من تحويلات من منتجات نعمل لإليمينايش يعني من شيلة نعزلة بدون reducing performance variability is a principle of six sigma the goal of six sigma project is to create a process that operates within six sigma quality meaning for the de facto rate is less than 3.4 per 1 million opportunities six sigma بتسعى من خلال خمس نتائق خمس منهجيات أول شي تعرف المشكلة تعرف النواحي كيف بدأ تصير العملية تحلل الداتا المعلومات تعمل ها تجمع لتقدر تحلل وتعمل تقرير تعمل سيطرة عليهم كما لا يطل يضل هيدا التطور مستمر sustain the improvement هلأ عنا الkeywords analytic tool وسائل التحليلية ممكن تكون qualitative من خلال اللغة يعني مش أرقام حكي كلام quantitative numeric يعني من خلال كلمات ممكن تكون مقابلة مقابلة مع شخص فبتكون بالكلام language qualitative ممكن تكون استمار questionnaire أو survey ستكون quantitative numeric tool using during an improvement project continuous improvement يعني تطور مستمر analyzing performance of various processes and improving them repeatedly to achieve quality objectives هيدا الاداء بدل يطور يوصل لأهداف الجودة corrective action plan a proposed solution to fix a problem corrective يعني تصحيح الخطة العمل أو خطة التصرف من خلال تصليح مشكلة سيكس 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 سيجما حكينا عنها هي منهجية بتسعى إلى تطور وفي مجموعة من التوز كلمة لتحلل للداتا ونوصل للأداء الصحيح ونقلل من التغيرات systematic يعني منظم نمشي في خطوة بخطوة step by step procedures نموذج تطوير الأداء كمان هو بشكل منظم هو طرق منظمة systematic approaches for conducting improvement a project كرمال نعمل مشاريع تطويرية